خلونا نرحب بضيفنا الإعلام الكبير للأستاذ محمد علي خير المصرفاندي أهلا بك أستاذ محمد خلينا أقول في البداية أن أنا سعيد جدا أن أنا أكون موجود على قناة النادي الأهلي من المرات النادرة أنا يعني نادرة ما بطلع بصراحة أو بستجيب لطلبات الزومة لا يعني في بقية القنوات الفضائية لكن الأهلي عندي قصة يعني والواحد لما بيجي يشجع النادي الأهلي كان وهو طفل وشاب وكلام ده أقولك بالحماس النهاردة بعد أنت ما بقيت يعني كاتب وصحف وإعلامي فلتعارف إيه هو معنى الأهلي بتشجعه بتاعه وأنا هنا لو بنتصر للأهلي مش بنتصر لفريق أنا بتحمس له وبشجعه لا أنا بنتصر لأحد مصادر القوى النعمة للدولة المصرية وبقول إذا كان محمد صلاح هو فخر اللعيبة العرب فالنادي الأهلي هو فخر الأندية العربية بالرانكينج يعني بالأرقام مش بأن أنا بقيد الأهلي حاجة تانية وأنا بتابع الأخبار اللي حضراتكم كلتم بتعرضوها ومن أكاذيب وكلام ده أنا عايزك تقرأ تعليقات الناس على البوست اللي أنت كتبت بقول لك أستاذ إبراهيم أنت كابتن عدلي بتحسسه كده يعني ما تتكلموا بقى بصوت الجماهير طبعا اللي قاعد على الكورسي الإعلامي اللي بيبقى قائد رأيه وبيوجه الرأي العام بيبقى عنده حساباته يعني لكن خليني النهاردة ألعب معاكوا دور المشجع لا أنا زعلان أنا متضايق لسبب بسيط جدا إحنا من جيل اتربينا لما الإسماعيلي كان بيلعب في الصاد القاهرة في النهائي فكلنا إسماعيلي لما الزمالك بيلعب في بطولة كلنا زمالك أو بمعنى أصحة كلنا مصر مش عارف إيه الهدف يعني هل علشان النادي يعني الأهلي خلاص وصل لمرحلة صعب الوصول لأرقامه مثلا فإكسر يعني لكن هيا دي ضريبة النجاح الكبير يعني إذا كنت فاشيها لا دي ضريبة لو بيتفحها أصحابها أو بيتفحها النادي لكن ده بيتفحها ناس تانية وصل إلى احتقانات قدت إلى ضحايا صحيح والنهارده العلاقات بين الشعوب أصبحت شديد عالم يا محمد بيه عالم كله أصبح عالم الكائنات الكبيرة اللي مبنية على تكتلات يعني إحنا إحنا كعرب وكأفارقة لن يكون لنا وجود في العالم إلا إذا تضمننا وبقت إيدنا كده السفاسف والصغائر دي بتؤدي إلى تفتيت هذه العلاقات وزرع الاحتقال بدل مزرع التماسك ثم الاندهاش الأكتر أننا هنا بناشد كإعلامي وإحنا وقعنا على مدونة سلوك لعمل إعلامي لنا كإعلاميين وكصحفيين وعندنا مواثق شرف كبيرة جدا سواء في قابة الصحفيين سواء في النقابات الإعلامية بتحثنا أو الطبيعي نحن لا نهيج الجمهير لا نهيج الجمهير لا نهيج الرأي العام لا ننشر الأكاذيب يعني وأنا متابع هذا الشخص خاصة أن الذي يقوم بهذا لا نقط له ولا جمل في هذه الأحداث هو مشترف في المنافسة خالص مش موجود يعني لو أنت قطعت بالأهلي بشلت اللي هتلع على المكان يعني مصلحتك بين قوي كيف يمكن أن أقذي الأهلي وجماهيره دعونا نتوقع أنه هيكون في رد فعل سريع ومحترم من المسؤولين عن الإعلام في الدولة المصرية لأنه بكل المقييس هما ما يردوهمش كده لسبب بسيط مش بمبدأ أنا بحب أهلي أو بقرأ أهلي ده مبادئ فهي إما هتطبق المبدأ يا إما خلاص قول للناس بقى اللي عايز يهيب هو الرياضة ليها رسالة؟ ليها رسالة هل ما يحدث يحقق رسالة الرياضة؟ طبعا على الإطلاق طيب يكرس للكراهية؟ يكرس للفتن والوقيعة؟ يكرس للفتن والوقيعة هذا التكريس بيؤدي إلى خطورة؟ يؤدي إلى خطورة طيب يبقى مصلحة أي حد أن يتصدى لهذه الصناعة خلينا نأخذ القصة برضو من زواء أخر من نادي الأهلي تعرض لزول مبين على مدار تاريخه صحيح هننسى القصة الشهيرة بتاعت مطش التراجي إيدرامو إيدرامو اللي جاب الجن بإيده خلاص طب هتعمل إيه؟